احنا كمان في الاحصائيات الاخيرة اللي طلعت مصر مصنفة الرابعة على القرى الافريقية من حيث عدد الشركات النشئة فبالتالي احنا عندنا بعدين مهمين جداً عندنا عدد شركات نشئة كبير جداً وعندنا كواليتي او جودة للشركات النشئة عالية او فبالتالي احنا المنظومة تريادة الاعمال في حراق كبير جداً في مصر والحقيقة هي في تطور مستمر يعني اتذكر نحنا اول ما بدأنا نشتغل في مشروع روادة 2030 الوضع كان مختلف تماماً عن الوضع الحالي في مصر فانا شايفاً انه في العموم منظومة تريادة الاعمال في تقدم مستمر وده طبعاً كله معتمد على الافكار المبتكرة اللي بتطلع من عند الشباب الشباب المصري بطبيعته مبدع وخلاق الحقيقة لازم نكون معترفين بكده بطبيعتنا بنفكر خارج الصندوق وبطبيعتنا بنعرف نطلع افكار ملهمة وافكار مدروسة وافكار قابلة للتطبيق على الاقل طبعاً يعني وزارة التخطيط وبقية الجهات اللي بتشتغل في مصر في هذا المجال سواء حضنات الاعمال مسرعات الاعمال المبادرات الكتيرة اللي في الزياد مستمر طول الوقت هدفها ان هي تساعد الشاب ان هو يحسن من جودة فكرته ازاي ادرس ان الفكرة دي لو نزلتها في السوق هيكون فيه قبول لهذه الفكرة لدى الناس طيب الفكرة دي ممكن تكون ايه عيوبها فابتدي اقل من العيوب اللي موجودة وابتدي اشتغل على المزايا اللي موجودة في هذه الفكرة ازاي ادرس بداية شركتي اعملها ازاي ولما اخد فلوس من مستثمر اخد منه كام مقابل اسيب له حصة قدقية للشركة دي ابعاد كتيرة جداً بدأنا نشتغل عليها بقوة لانه زي ما قلت لحضرتك عدد الشركات الناشئة بدأ في الازدياد وفي نفس الوقت الافكار بقى يعني اثبتت ان فيه اقبال كبير جداً من المستثمرين خاصة من خارج مصر الحقيقة من الدول العربية يعني ده بعد مهم لازم انه يكون واضح امام حتى السادة المشاهدين اشتركوا في القناة